السلام عليكم صفات الإشارة يعني هذا هذي هؤلاء هاد ليزادجيكتيف ديمونستخاتيف كنحتاجوهم فاش كنبغير ونشيرو على شي حاجة يعني أن نشير الشيء ما مثلا بغيت نقول هاد الكتاب هاد التليفون هاد الولد هاد البنت هؤلاء التلاميذ إلى آخره كنحتاجو ليزادجيكتيف ديمونستخاتيف ليه هي كما قلت صفات الإشارة عدنا في اللغة الفرنسية ربعا ديال هاد ليزادجيكتيف ديمونستخاتيف كينا السو وكينا السي سي او تي وكينا ست دوبل تي وكينا السي كل وحدة عندها الشروط باش نستعبلها نبدو أولا بسو هاد سو كنستعملها قدام الاسم المفرد المذكر يعني قدام الاسم المفرد اللي هو واحد والمذكر يعني ماشي مؤنث بحل مثلا هاد الولدو هاد الولدو غادي نقول سو غارسون هاد الولدو سو غارسون هاد القطو سو شا سو شا هذا الكتاب سو ليفغ سو ليفغ ده بنتقلو لسيت الثانية تاية كنستعملوها للاسم المفرد المذكر عندكم تبدو تخلطوما بين هاد سي اللي هي فيها غيتي واحدة وست الخرار اللي فيها دوبل تي او ألفا المهمة تسي اللي هي السي او تي هي رأكا تكون تهي المذكر المفرد الاسم الاسم المفرد المذكر ولكن بشرط يكون هاد الاسم بادي بالحروف المتحركة اللي هي او 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 اي اولا بالحروف اولا بالحرف الصامت اش بحال مثلا وهاد الحرف الصامت اش تكون في بدايتي بعض الاسم بحال مثلا هذا الرجل غادي نقول سيتوم سيتوم هذا الحيوان غادي نقول سيتاني مال سيتاني مال دا بس لنا من ديال المذكر غادي ندوزو للمفرد المؤنت الادجيكتيف ديمونستخاتيف اللي نستعملو هي ست دوبل تي مثلا بغيت نقول هذه السيدة غادي نقول ست بام ست بام هذه البوابة ست بورت هذه النافذة ست فناتخ هذه المرأة ست فام ست فام وهكذا الى اخره بقتلنا اخر الادجيكتيف ديمونستخاتيف ليا سي هاد سيكنز تعملوها سواء الجمع المذكر او للجمع المؤنت مثلا بغيت نقول هؤلاء التلاميذو غادي نقول سي زي لاذ سي زي لاذ هؤلاء الدفاطر غادي نقول سي كاي هؤلاء الكلاب سي شين سي شين او للمؤنت مثلا غادي نعطي مثال دي المؤنت مثلا بغيت نقول هاذه المنازلو يعني باللغة العربية اللي هي الجمع يعني هؤلاء المنازلو باللغة الفرنسية غادي نقول سي ميزون سي ميزون هذه النسوة زي ما هؤلاء النسوة غادي نقول سي فام سي فام الى اخره باش منطول شعلكم وصلنا النهاية لماذا ما تفرج في الحلقات اللي فاتوا اتفرج فيهم غادي نخلي رابط ديلهم في صندوق الوصف السلام عليكم